السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله نشتغل على الدرس التاني في الوحدة الرابعة القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل احنا خدنا نموذج مساحة المستطيل في الضرب النهاردة هنشتغل بيه في الاسمة خلينا السؤال الاول كان بيقولنا ايه اوجد خارق قسمة 2207 على السبعة باستخدام نموذج مساحة المستطيل ركز بقى كويس جدا جدا علشان خاطر تفهمه بسرعة اول حاجة عايزين نتفق عليها ان اكيد فيه مستطيل بس احنا في الاسمة ما بنقسمهوش طيب وبعدين الرقم الكبير هيتكتب جوه على الشمال والرقم الصغير هيتكتب برة على الشمال برضو طيب جميل ايه تاني عايزين نعرفه هنبتدي نقسم رقم مع رقم بس الاتنين دي اصغر من السبعة مش هينفع يبقى هنتعامل مع رقمين يبقى احنا دلوقتي بنتعامل مع الاتنين وعشرين وعايزين ندور عليها في جدوى الضرب السبعة نيجي على جنب بسم الله سبعة في واحد بسبعة سبعة في اتنين اربعتاشر سبعة في تلاتة واحد وعشرين كل ده لسه مجناش سبعة في اربعة بتمانية وعشرين ده احنا جينا وعدين يبقى احنا وقفين هنا طيب ابص تحت ولا بص فوق بص فوق دايما خلي راسك مرفوعة رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت الرقم اللي احنا كنا مسكينه احنا مسكين اتنين وعشرين يبقى لما نيجي نكتب الواحد وعشرين اللي هو الكبير نكتبه تحت اللي اتنين وعشرين طيب و بعدين قال لك امن اللي مش متأمن غطي اللي محتاج يتغطى مين اللي محتاج يتغطى دول الرقمين دول محدش جا جنبهم محتاجين يتغطوا يبقى انا هحط مكانهم صفرين واللي اعمله تحت هعمله فوق فهحط هنا كمان صفرين ونعمل عملية طرح سبعة شيل الهوى سبعة صفر شيل صفر صفر اتنين شيل واحد واحد اتنين شيل اتنين راحت كده الناتج بتاعنا لحد دلوقتي مية وسبعة طيب كده الجزء الاول هجر خط وهرجع اعمل نفس الخطوات دي من تاني يعني ايه يعني المية وسبعة اللي احنا سبناها تحت دي مش هينفع تقعد لوحدها هناخدها تاني ونعمل لها عمارة جديدة ونكتبها من فوق فهناخد المية وسبعة نكتبها هنا طيب وبعدين نتعامل مع السبعة رقم مع رقم بس صغير هنتعامل مع رقمين فهندور على العشرة سبعة في واحد سبعة لسه مجناش سبعة في اتنين اربعتاشر ده احنا جينا للعشرة ومش بس كده جينا وعدينا يبقى احنا واقفين هنا ابص تحت ولا ابص فوق ابص فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت ثانية واحدة المفروض ان الكبير ده اللي هو السبعة يتكتب تحت فين تحت العشرة اللي احنا كنا مسكنها وبكده السبعة هتتكتب تحت العشرة واللي مش متأمن يتأمن مش متغطي يتغطى مين اللي مش متغطي السبعة أمنه حط مكانه صفر واللي تعمله تحت تعمله فوق كده نقدر نطرح سبعة شيل الهوى سبعة صفر نقل سبعة ما ينفعش هنخلي الصفر ده عشرة ونخلي الواحد صفر عشر نقل سبعة تلاتة طيب وبعدين خلصنا الجزئية دي جر خط وخدها تاني نشتغل بيها تاني سبعة وتلاتين طيب رقم مع رقم بس سوغير هاخد رقمين أنا كده بدور على السبعة وتلاتين وانا واصل في الكتابة لحد التمانية وعشرين يبقى نكمل سبعة في خمسة خمسة وتلاتين لسه ما وصلناش للسبعة وتلاتين كمل سبعة في ستة اتنين واربعين ده احنا جينا وعدينا يبقى احنا وقفين هنا ابص تحت ولا فوق ابص فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت طيب هل في حد عايز يتغطه قالك لأ ما فيش اي ارقام ما استخدمنا هاش نعمل عملية طرحة على طول سبعة شيل خمسة اتنين تلاتة من تلاتة راحت طيب هل انا هبني عمارة جديدة للاتنين واخدها واشتغل عليها قالك لأ ليه بقى لان اللي اتنين دي اصغر من السبعة دي اذا كان اصلا اول جدول ضرب السبعة سبعة في واحد بسبعة يعني احنا عمرنا ما هنلاقي اللي اتنين في جدول ضرب السبعة لانها اعلى من اول رقم وطالما اللي اتنين اصغر من السبعة نقدر نقول على اللي اتنين دي ان هي الباقي طيب اما الفين خارج القسمة اللي احنا بنقول عليه الناتج خارج القسمة هو اللي خرج من عملية الاسمة هي الارقام اللي خرجت برا المستطيل اللي هم مين التلتمية والعشرة يعني زائد عشرة زائد خمسة الخمسة في الاحد والواحد في العشرات والتلاتة في المئات يبقى خارج القسمة تلتمية وخمستاشر والباقي اتنين فهمتو حبيبي؟ خليني بس قبل ما اكمل اقول لك على حاجة الشرح بتاع الجزئية دي بيختلف من مدرس لمدرس فممكن تلاقي سلوة بتشرح بطريقة مدرس الفصل بيشرح بطريقة امامة في البيت بتشرح بطريقة كل الطرق دي بتوصلك للحل كلها صحيحة ما تقلقش انا مثلا بشتغل بجدول الضرب الرقمين اللي هنا بس من غير اصفار ممكن تلاقي حد تاني بيدرب اه بس بيحط الاصفار جوه جدول الضرب صح برضو طب احنا مثل الاصفار دي بنحطها فين؟ بنأمن اللي مش متأمن ففي ناس بتأمن اللي مش متأمن تحط اصفار جوه المستطيل بحيث ان هي لما تيجي تشتغل في جدول الضرب ما يبقاش فيه ارقام كبيرة ويحصل اخطاء وفي ناس بتحط الاصفار جوه جدول الضرب اللي اتنين صح مش حبيبي خلينا نكمل قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون واشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذاكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعال عشان نفهم الدرس طيب تعال نكبرها اكتر 1625 على الثلاثة عايزين نستخدم نموذج مساحة المستطيل هنعمل ايه ادي المستطيلة هو الكبير بيتحط جوه المستطيل عالطرف من هنا والصغير يتحط بره المستطيل من هنا طيب وبعدين هنبتدي ان احنا هنقسم هنا رقمين يبقى هنمسك معاهم رقمين يبقى لما كان رقم بنقول رقم مع رقم لما رقمين بنقول رقمين مع رقمين يبقى احنا كده مسكين الستاشر ومحتاجين ندور عليها في جدول ضربة 13 13 في 1 ب13 لسه 13 في 2 3 في 2 ب6 1 في 2 كده احنا جينا وعدينا يبقى احنا واقفين هنا ابص تحت ولا فوق ابص فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت وهعمل عملية طرح بس قبل مطرح المش متأمن يتأمن كام خانة مش متأمنة محدش لمسها الخمسة والاتنين يبقى انا هحط تحتهم صفرين واللي هنعمله تحت هنعمله فوق كده نقدر نطرح خمسة شيل الهوى خمسة اتنين شيل الهوى اتنين ستة شيل تلاتة تلاتة واحد من واحد راحت طيب وبعدين هناخد نفس العدد ده ونبتدي بيعمارة بديدة ونبتدي القصة من اولها رقمين مع رقمين كده بدور على الاتنين وثلاثين وانا وصل هنا لحد الستة وعشرين لسه نكمل تلاتة عشر في تلاتة تلاتة في تلاتة بتسعة واحد في تلاتة بتلاتة كده جينا وعدينا يبقى احنا واقفين هنا ابص تحت ولا فوق ابص فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت اللي اتنين وثلاثين اللي احنا مسكنها واللي مش متأمن يتأمن هحط هنا صفر تحت الخمسة واللي عمله تحت عمله فوق طيب وبعدين هعمل عملية طرح خمسة شيل الهوى خمسة اتنين شيل ستة ماينفعش هنخلي اللي اتنين اتناشر ونخلي التلاتة اتنين اتناشر نقص ستة ستة اتنين من اتنين طارت كده عندي الناتج بتاع الطرحة خمسة وستين طب ماقف هنا يا ميس ايه رأيك واقول عليه الباقي وريح نفسي لا الباقي ليه شرط اللي هو ايه ان الباقي ده يبقى اصغر من المقصوم عليه اللي هو هنا وطالما لسه مش اصغر يبقى نعمله عمارة جديدة خمسة وستين طيب رقمين مع رقمين كده بدور على الخمسة وستين وانا واصل للتسعة وثلاثين نكمل تلاتاشر فاربعة تلاتة فاربعة باثناشر اتنين ومعي الواحد واحد فاربعة باربعة وواحد خمسة كده كام اتنين وخمسين لسه تلاتاشر فخمسة تلاتة فخمسة بخمستاشر خمسة ومعي الواحد واحد فخمسة بخمسة وواحد ستة الخمسة وستين ذات نفسها موجودة يبقى انا هقول ايه رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحته هعمل عملية طرح ليه لان ما فيش حد مش متأمن كله تمام خمسة شيل خمسة صف ستة شيل ستة صف يبقى المسألة دي صفرت الحمد لله اسمها قسمة منتهية طيب لازم تصفر دايما لا ممكن يطلع فيه باقي عادي جدا طيب خارج القسمة او الناتج كام خارج القسمة الارقام اللي خرجت من المستطيل عندي مية زائد عشرين زائد خمسة خمسة في الاحد اتنين في العشرات وواحد في المئات طيب جميل جدا تعالى بقى لما ييجي يقولك اكمل مكان النقاط ويديك مسألة زي كده هو عايزك تكمل النقط في مين هنا قالك والله ده اللي هنا المقصوم عليه الصغير اللي هو مين السبعة طيب مين في الناتج او خارج القسمة الارقام اللي خرجت منها عملية الاسمة اللي هي مين المية والخمسين على بعضها مية وخمسين طيب افرد جات لي مسألة زي كده الارقام هنا معظمها نقصة هعمل ايه هحل المسألة من الاول يعني ايه يا ولادي الكلام ده هقولك هو هنا كاتب خلاص العدد الكبير فانا هجي على جنبه واكتب العدد الصغير واحد وتمانية وبعدين حلها كلها ميس كلها طب ما هو كاتب حاجات يا ميس يا حبيبي انت على ما تعرف ايه اللي مكتوب وانطلع منه ايه هتتغلب جامد خلينا نشتغل باسم الله رقمين مع رقمين واحد وتمانين في واحد بواحد وتمانين لسه واحد وتمانين في اتنين واحد في اتنين باتنين تمانية في اتنين بستاشر ده احنا جينا وعدينا احنا بندور على اللي تنين وتسعين يبقى احنا وقفين هنا ابص تحت ولا فوق ابص فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير الكتب فوق والكبير اللي هو الواحد وتمانين اتكتب تحت وهنا امن اللي مش متأمن فحطي لك صفرين وبالتالي انت كمان ايه هتحط له صفرين فوق طيب هيعمل عملية طرح الراجل مشكورا طارح ومخلصها فاحنا بقى هنعمل ايه هناخد الناتج ده ونحطه فوق هنا وبعدين نقسم عادي رقمين مع رقمين بس الحداشر صغيرة فاضطرت اخد ال 113 بدور عليها لقيتها هنا ابص تحت ولا فوق ابص فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير اللي هو ال 81 فعلا اتكتب تحت وهو هنا حتطلق صفر مكان اللي مش متأمن اللي هي الاربعة فانت هتاخد الصفر ده وزي ما تعمل تحت هتعمل فوق واعمل عملية طرح والرجل طرح شكرا لي طيب وبعدين الناتج بتاع الطرح ده انا هاخده وحطه فوق طيب تعال نكمل بضرب بعيني كده لقيته كاتب 162 هنا يعني اكيد كان مستخدم الاثنين فقال رقم صغير ورقم كبير الصغير الكتب فوق وامحاطة الكبير تحت وطارح طلع له عدد اكبر من ال 81 فاضطر ياخده تاني ويحط له عمارة جديدة بدرب بعيني تاني لقيته مستخدم نفس ال 162 من غير اصفار فكأنه كان مسك مين رقم صغير اتنين عشان يقدر يكتب الكبير هنا والمسألة معاه صفرت ييجي طالب تاني يقول لي ايه يا ميس طب ليه في ال 324 ما قالش انها موجودة فعلا في جدول الضرب 81 فاربعة 1 فاربعة باربعة 8 فاربعة باثنين وثلاثين وخلص نفسه وكتب الاربعة فوق وال324 تحته وطرح وصفرها عادي دي مسألة اكمل يعني هو وارد يعمل اللي هو عايزه لكن لو انت مكانه وبتستخدم نموذج مساحة المستطيل اعمل اللي اربعة على طول فهمت حبيبي؟ طيب تعال نجيب الناتج او خارج القسمة عندي 100 زائد 10 زائد 2 زائد 2 110 واثنين واثنين اربعة يبقى كده 114 طيب تعال تاني عندك الشكل ده متصفر كله وكأنه بيقول لك عدهالي من تاني ما تشغلش نفسك بالاعداد اللي فوق حلها لوحدك كلها وبعد ما نخلص نبقى نتأكد من اجابتنا بالارقام والمعلومات اللي عندك من تحت يلا بسم الله الكبير هيتكتب هنا رقمين مع رقمين 52 في 1 ب52 لسه 52 في 2 2 في 2 ب4 5 في 2 ب10 جينا وعدينا يبقى احنا واقفين هنا ابص تحت ولا فوق ابص فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت واللي مش متأمن يتأمن مين اللي مش متأمن؟ رقمين يبقى هحط مكانهم صفرين وهحط الصفرين نفسهم فوق اتنين شيل الهوى اتنين تمانية شيل الهوى تمانية تلاتة شيل اتنين واحد والخمسة شيل خمسة راحت وهو فعلا كاتب المية فوق طيب هاخد انا المية 82 احط لها عمارة جديدة وارجع اقول رقمين مع رقمين بس الرقمين دول صغيرين فهضطر اخد ثلاتة كده كأني بدور على المية 82 وأنا وصل لللي 52 في 2 بمية واربعة يبقى أنا محتاجة أكمل 52 في 3 2 في 3 ب6 5 في 3 ب15 لسه 52 في 4 2 في 4 ب8 5 في 4 ب20 ده احنا جينا وعدينا يبقى احنا وقفين هنا أبص تحت ولا فوق أبص فوق رقم صغير ورقم كبير جيت اكتب الصغير اللي هو التلاتة فوق لقيته كاتب اتنين يعني لما اختار الصغير اختار اللي اتنين ايه ده ميس بس المفروض يختار تلاتة ايوه الكلام ده تعمله لو انت بتحل لوحدك هنا هو بيجبرك تعمل حاجات معينة هو يا سيدي مسك اللي اتنين الرقم الصغير خلاص هاتله انت جبيره الصغير اللي هو اللي اتنين لما كتبه فوق تقوم انت كاتب الكبير بتاع اللي اتنين اللي هو المية واربعة تحت وتعمل عملية طرح انت ماشي بالنظام اللي هو حطه اتنين ناقص اربعة ما ينفعش هنخلي دي اتناشر ونخلي دي سبعة اتناشر شيل اربعة تمانية سبعة شيل الهوى سبعة واحد من واحد طارت كده الباقي تمانية وسبعين هتاخده على جنب التمانية وسبعين هو لما مسك الصغير بتاعها مسك الواحد يبقى الكبير بتاع الواحد كام اتنين وخمسين وهعمل عملية طرح ما فيش حد هنا مش متأمن تمانية ناقص اتنين ستة سبعة ناقص خمسة اتنين الله طب ما كده محتار ابني عمارة جديدة ولا لأ قالك لأ ما تحترش الستة وعشرين دي اصغر من الاتنين وخمسين يعني اكيد هي الباقي صغيرة جدا لدرجة انها ما تقدرش تبني عمارة جديدة علشانها خلاص وهو فعلا كاتب ان الستة وعشرين هي الباقي والناتج واخد المية مع الاتنين مع الواحد تقرأ مية وثلاثة فهمتوا حبيبي؟ كده تزبط نموذج مساحة المستطيل في الاسمة والدرس الجاي هناخد نموذج التجزئة مش حبيبي؟ وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتحم الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته